بحثت السلطة المحلية بحضر موت مع وفد بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تدخلات اليونسيف في مختلف القطاعات في المحافظة واعتم افتتاح مشروع في قطاع الصرف الصحيب المكلة بكلفة مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي المزيد في هذا التقرير زيارة هي الأولى لحضر موت للسيد فليب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف في اطلاع على تدخلات المنظمة في المحافظة حيث التقى محافظ حضر موت مبخوط الماضي الذي ثمن هذه الزيارة ودعا اليونسيف إلى مزيد من التدخل في حضر موت التي تمثل ثلثة مساحة البلاد وشهدت نزوحا مضاعفا للمواطنين من المحافظات الأخرى في المدن الرئيسة في المحافظة نتيجة الاستقرار الذي تنعم به ما يتطلب طلبا مضاعفا على الخدمات إلى ذلك افتتح المحافظ بالماضي والسيد فليب مشروع إعادة تأهيل ثمان محطات لصرف الصحيب المكلة بكلفة إجمالية بلغت مليون وثمانمائة ألف دولار بتمويل ما اليونسيف وعرب المحافظ عن شكره لتدخلات منظمة اليونسيف في القطاعات الحيوية مثمنا جهود المنظمة ومكتبها بحضر موت في دعم هذه القطاعات والتدخلات الإنسانية منظمة اليونسيف في حضر موت لها أعمال كبيرة وكانت داعمة للسلطة المحلية في كثير من المشاريع منها عدد من المراكز الصحية وتاهيل أيضا عدد آخر وتوريد أنابيب وتاهيل مضخات الصرف الصحي أو محطات الصرف الصحي منها هذه اليوم التي افتتحناها طبعا اليونسيف هي المنظمة المرحب بها دائما في العالم كلها هي التي تربط بين الدول الغنية والدول الأخرى وأعمالها في محافظة حضر موت مشهود لها مشروع يعادة تأهيل الثمان المحطات للصرف الصحي بالمكلة يشمل يعادة تأهيل المباني وتوفير مضخات ومولدات كهرباء وقطع غيار للمحطات الثمانة منها أربع في المكلة وأربع في فوة تلتقي جميعها في محطة الضخ الرئيسة بالإنشاءات ومنها إلى محطة المعالجة الرئيسة في منطقة بيخة حيث أشهد السيد فليب بالبيئة المستقرة في حضر موت والشراكة المتميزة مع السلطة المحلية والذي نتج عنه تنفيذ مشاريع تحسين البنى التحتية في مدينة المكلة جنسة المترجم من الاغم والمترجم من الزلالة المخم入ة